وسمعت من أهناش كل قالد هل يسألوها لك زوجات الرسول وانت تعرف الإشكال مع السيدة عائشة يعني هذا الرسول هذا عرض الرسول هذا شرف الرسول إذا كان علي من آل بيت الرسول فكيف بعائشة هي آل بيت الرسول هي نوعي تسحتها وتم شتمت من جهة العرض نحن ننزهها أستاذ هادي سألني أنا شخصيا عندي كتاب بعنوان براءة نساء الأنبياء من الزنة يعني هذا خط أحمر الله نزهها في عديث العفق أما تقييم الشخص ماذا فعل في حياته فإنسان بشر يخطأ ويصيب من أصاب منهم نقول أحسنت ومن أخطأ نقول أخطأ لماذا العصمة كان لعلي رضي الله عنه وآل بيته والبقية بالنسبة لك عادي بشر يخطأ ويصيب وأنت تعتقد في عصمة لا يخطأ علي ابن أبي طالب نعم أبناءه لا يخطئون لا ليس كله أبناء نعتقد الأيمة الأيمة الحسين لا يخطأ نعم الإمام محمد زي العبدين لم يخطأ علي زي العبدين ابن علي ابن علي كله ابن علي لا يخطأ يعني في حين زوجة النبي تخطأ عائشة تخطأ عمر يخطأ عصمان يخطأ جيد هذا بحث عقائدي نبحث هل يوجد دليل على ذلك نعم من يعتقد أن علي بن أبي طالب أخطأ أو يخطأ يأتي بدليل ونحن نعتقد له العصمة نأتي بدليلنا على سبيل المثال شيخ الطاهر بن عشر نعم في آية التطهير هو يرى أن من نزلت فيهم آية التطهير معصومون لكن هو يحول العصمة لنساء النبي بالآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليضهب عنكم ورس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بالنسبة لزوجات النبي نفس الزوجية لا تعطي قداسة والقرآن الكريم هو الأساس الذي نبني عليه وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح شيخ وأمرأة طلوت شيخ تقول الزوجية لا تعطي قداسة ملا ابن العمومة تعطي قداسة لأنه ابن عم النبي لم نقول القداسة من جهة أنه ابن عم من جهة ماذا؟ من جهة لا وحية أنزل عليه لا قداسة لابن العم بمثل لا قداسة للزوجة من أين هذا التقديس الشيعي التاريخي لشخصية علي ابن عم طالب؟